بينما تحتفل دول العالم العربي بعيد الأم اليوم أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إن 37 أم يستشهدن يومياً بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر كما أعلنت مؤسستان فلسطينيتان أن 28 أم من بين 67 أسيرة يقبعن في السجون الإسرائيلية دول العالم العربي تحتفل بعيد الأم عيد الأم في غزة مختلف عن بقية الدول حيث أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 37 أم يستشهدن يومياً بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر هيئة شؤون الأسرة والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني صدر عنهما بيان مشترك بالمناسبة عيد الأم جاء فيه أن 28 أم من بين 67 أسيرة يقبعن في السجون الإسرائيلية البيان الفلسطيني المشترك أشار إلى أن مناسبة عيد الأم هذا العام تأتي في زمن الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأدت إلى استشهاد الآلاف من الأمهات والأطفال وحرمان الآلاف من الأبناء والأطفال من أمهاتهن كما حرمت الآلاف من الأمهات من أطفالهن وبحسب توثيق المؤسستين فقد تعمدت سلطات الاحتلال اعتقال الأمهات رهائن للضغط على أزواجهن أو أبنائهن المستهدفين واحتجازهن في ظروف قاسية وصعبة جداً وأوردت الهيئة والنادي أن غالبية الأسيرات والأمهات معتقلات بتهم تتعلق بالتحريض أو رهن الاعتقال الإداري ومنهن نساء فاعلات في مجالات حقوقية وشعبية واجتماعية الأطفال والنساء الحلقة الأضعف في ميزان الإبادة الصهيونية الممنهجة على قطاع غزة حيث تنتهج سلطات الاحتلال خطة مدروسة لإنهاء الوجود الفلسطيني من على الأرض عبر قتل الأمهات وأبنائهن ترجمة نانسي قنقر